السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو إن شاء الله رح ينحلو نموذج فروض الفصل الثالث لسنة ثانية متوسط نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو مع الشرح والحلول إفتكم وتستفادوا نبدأ على بركة الله بسم الله عدنا فتحي and the doctor حوار بين فتحي والطبي Good morning doctor, good morning son You look very pale and sad, how do you feel? قلوا صباح الخير الدكتور, قلوا صباح الخير ابني ركتبان عيّن وحزين كيفاش ركتحس I'm not very well doctor, I'm ill, I have got a terrible tooth ache قلوا مراني شمليح رع عندي الوجه في درستي Oh, I see, your cheek is swollen too قلوا حتى أخذ ذكوره من فوق What should I do? The pain is awful قلوا وش لازم علي يندير لو جعره قاتلني Well, let's see, open your mouth Your tooth is still fine, you should take some antibiotics Take this prescription and go to the chemist قلوا أفحل فمك ومبعد قلوا سنتك ولا درستك رهي مليحة ولكن خذ بعض المضادات الحيوية هاك الوصفة prescription هي الوصفة أروح عن The chemist اللي هي السيدلية Thanks doctor, get well soon son قلوا شكرا لك طبيب قلوا تحسن قريبا يا ابني إذن هذا هو الحوار بين فتحي وطبيب الأسنان فتحي رويعاني من ألم في أسنان وراح عن طبيب الأسنان أقرأوا النص هنا على الأقل مرتين باش تكون عندكم فكرة حول ما يدور عليه الموضوع وتقدروا تجاوبوا على الأسئلة التالية إذن شوفوا معايا الأسئلة إذن هنا reading comprehension بعد ما تقرأوا النص رايحين تختاروا الإجابة الصحيحة فتحي is fine happy ولا ill المعندها مريض the doctor is a teacher ولا a dentist ولا a dietitian ما هو نوع الطبيب اللي راح له فتحي I read and answer with true صحيح or false خطأ فتحي is sick he is very well he should not take antibiotics وراهي صحيحة وراهي الغلطة صحيح true false خطأ نروح نشوفوا التمرين الثاني I read and find synonyms and opposites راح نشرحوا كلمة sick وكلمة ache وعكس كلمة nice وعكس كلمة should not من النص ركز مليح في هذا التمرين أيضا من النص نشوفوا التمرين الموالية I reorder the words to get coherent sentences عدنا كلمة راهيم خلطة رحي نرتبوها باش نتحصلوا على جمل صحيحة عدنا suffers she sunburn نقطة وفرم should what do question mark he should not you full stop coca cola and drink التمرين الثاني عدنا الفراغات نعمرهم بشود وشودنت أحمد is overweight he is fat what should he do أحمد سمين وش لازم عليه يدير he eat fruit and vegetables he watch watch too much وين نديرو should لي لازم يديرها وين نديرو shouldn't لي ما لازمش يديرها نشوفوا التمرين الموالي i pronounce and classify words in the table عدنا كلمات فيها ش وكلمات تنطق تش وكلمة فيها ك رتبوهم وحطوهم في الخانة المناسبة الوضعية الإدماجية الآن i complete the dialogue with look how medication chemist stomach ache and sick عدنا حوار بين the doctor وسليم رايحين تعمروا الفراغات اللي رايحي أمامكم باش تتحصلوا على حوار بين الطبيب وسليم اللي رايح يعاني من المعدة انتعوا هنا أنا الوضعية ما نقرهاش حتى نحلها ونشرحها لكم هنا ما عليكم غير توقفوا الفيديو وتحاولوا وحدكم في ورقة مسودة ثم تقارنوا الإجابة نتحكم بالإجابة الموجودة في آخر الفيديو وهنا اللي حاب يطبع الموضوع يروح لبنك الفروض والاختبارات ويتطبعوا ويحاولوا وحده ثم يجاوب من هذا الفيديو إذن هنا عادنا التمرين الأول فتحي is ill sick معنتها مريض and the doctor is a dentist الطبيب اللي راه عنده فتحي هو طبيب الأسنان التمرين الثاني فتحي is sick true he is very well false he should not take antibiotics إذن هنا فولس أوكي he should not ولكن هنا he should لازم عليه ياخذ الأدوية هنا antibiotics هما المضادات الحيوية نشوفوا التمرين الثاني عدنا synonym of sick هو ill synonym of ache هو pain ثم هنا عدنا عكس nice هو terrible وعكس should not هو should شوفوا التمرين الموالية هنا رتبنا الجمل الجملة الأولى she suffers from sunburn وتحط نقطة she suffers from sunburn full stop number two what should he do what should he do question mark and full stop هنا تحصلنا على سؤال والجملة الأخيرة you should not drink coca cola you should not drink coca cola and full stop هنا سقصينا سؤال بشود وجاوبنا بشود نوت ونقدر نجاوبه بشود أيضا وش ما لازم وما لازمش إدير التمرين الثاني عمرنا الفراغات بشود وشودنت إذن he should eat fruit and vegetables he shouldn't watch TV too much he should follow a diet plan and he should practice sports هذا الشخص السمين اللي هو أحمد وش لازم عليه إدير وش ما لازمش عليه إدير نشوفوا الآن التمرين الموالي اللي هو النطق نتاع she to and ke إذن عدنا كلمة mushroom in she children in she ache and mechanic in ke ache and mechanic in ke والوضعية الإدماجية رح نعمرها شفهيا you look very pale how do you feel I am sick I have a terrible stomach ache let me check your belly is swollen mmm I will prescribe you some medication and go to the chemist to buy them thank you doctor and see you إذن you look very pale how do you feel I am sick I have a terrible stomach ache but I will prescribe you some medication and go to the chemist to buy them I hope this video you will be able to help you and you will be able to help you and you will be able to help you and you will be able to help you in the next video in she Allah I will be able to help you